معد هذا العرض المسرحي أراد له أن يكون مختلفا على الصعود كافة فبالإضافة إلى أنه يعالج موضوعا اجتماعيا تعزف عن معالجته الكثير من العروض المسرحية فإنه أيضا لجأ إلى البحث عن الجمهور ميدانيا بدل من محاولة انتظاره في الصالة المسرحية من حقك أن تتعلمي؟ من حقك أن تعيشي؟ الجمهور ما يجينا ما يستقبلنا ففكرنا بأنها نسوي مسرح جوال فقمنا إحنا نروح للجمهور مو جمهور هو يجينا المرأة بالمجتمع عدنا منقلقة ولذلك لهذا السبب أن عديت هذه المسرحية على مد تتطور وتوصل إلى أبعد وأبعد أخص المرأة بصورة عامة بحيث تعرف حقوقها تعرف واجباتها تعرف دفاعها شون تدافع عن نفسها ويبدو أن الجمهور سعيد بهذا التدليل لكن بعض المشاهدات طالبنا بعدم عرض هذه المسرحية على النساء فحسب بل عرضها أمام الرجال الذين تقول بعض الطالبات إنهم بحاجة لمثل هذه العروض أفضل أنه ما يكون بس بكليات علوم بنات أو تربية بنات يعني الكليات البرا الهندسة والعلوم هم يحتاجون أنه شيء أشياء حتى من نحكي لهم عنه شيء مبادراتهم ويتفاجئون شيء حلو جديد يعني ويطوع أكثر للطلبة ويعني نعمل من عدهم كل سنة يسونها يعني مثل هي شعرض جديدة تمثل الواقع تمثل الواقع بصورة يعني صحيحة وتطي أحسد من الكلام اللي قاعد يعني يقولوا الكلام التنظيري نشوف به ويعبر وخلانا نشوف يعني نحن ندرب هاي الأوضاع مع الأسر وهاي بس خلانا نعرف بعض أكثر عنهم لكن اختيار مكان العرض بدى مقصودا من قبل منظمات المجتمع المدني التي أشرفت على إعداده الطالبة الجامعية تقدر تنقل هاي المعلومة الجيران هاي القرائب هاي وإن فادف وأن التقوا بمسؤول خليكونون هم أيضا ويانا قوة ضاغطة يا بي جيبوا هذا الملف أقروه وقد يكون تحقيق هذه المهمة بحاجة إلى أكثر من عرض المسرحي خاصة وإن ملف منح الحقوق المدنية للمرأة يتعرض إلى الكثير من الانتقادات التي تأتي أحيانا حتى من بعض النساء نازم حمد السومريا